أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الملكي والدين إياك نعبده وإياك نستعين هذه الصراط المستقيمة صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لاميم ولا الضالين ألف لاميم لدي الكتاب لا ريب في هدى للمتقين الذين يؤمنون برغبه ويقيمون الصلاة ومما نزقنهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل لك وما أنزل مقلك وبالآخرتهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كبروا سواء عليهم أذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله ولا قلوبهم ولا سمعهم ولا بصارهم غشاوة ولا مذاب عظيم ومن الناس من يقولوا آمن لا بلاي وبيهم إلى آخر وما بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم مما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تبسدوا في رضي قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم بسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أن أؤمنوا كما آمن السبهاء ألا إنهم السبهاء ولكن لا أعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا أآمن وإذا خالوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهجئون الله يستهجئ بهم ويمدهم في طيان محمهون أولئك الذين استروا ضلالة بالهدى فما ربحت فجارتهم وما كانوا مهتدين مثل كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا بسرون سممكم وعيضهم لا أرجعون أو كصيم من السماء في ظلمات ورد وبرد شارونا صامعا في آذانهم من السوائق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البقوا يخطبوا أمصارهم كلما أضاء لما شوفه وإذا أضم عليهم قاموا ولو شاء الله لذا بصمهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين مقبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم مرضى فلاشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فاخرز به من الثمنات رزقا لكم فلا تعالوا لله اندادا وأنتم تعلمون وإن وإن كنتم في ريب مما نسلنا على عبدنا فاتوا بشورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودوا الناس والحجارة أعدت الكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنهم جنات ترهمت هالنهار كلما رزقوا منا من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابه ولو فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يشتحي أن يضرب مثلا ما بحوظة فما فوقها فهم الذين آمنوا فعلمون أن نرحق من ربهم وهم الذين كبروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقذون عن الله بدمي ثاقه ويقدعون ما أمر الله به أن يوصل ويبشدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تقرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق كما في الزجميعا ثم استوى إلى السماء فسواه ناسب السماوات وهو بكل شيء عالي وقال ربك الملائكة إني شاعل في رضي خليفة قالوا أتزعل بيا من يبسد فيها ويسبك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال أني يعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء كنتم الصادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم قل لكم إني أعلم غيب السماوات ورضي وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وقلنا الملائكة جدوا لآدم فسجدوا إلا إبلي ساب والسكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أن توجد لك الجنة وكلا من رغدا حيث شئتما ولا تقرما هذه الشجرة ما تكون من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرز هما مما كان فيه وقلنا بيطو بعضكم لبض عاد ولكم في رضي مستقر ومتاع للحين فتلقى دوم ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا بيطو من جميعا فإما ياتي أنكم نيهدان فمن تبع هؤلاء فلا خفون عليهم ولهم يحزنون والذين أكبروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار وفيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا غلمتي التي أنعمت عالكم أوفوا بعهده أوفوا بعهدكم أيها يفرهابون وآمنوا بما أنزلت مصدق لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا اشتروا بآياتي ثمنا قليلا ويا يبتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتفتموا الحق وأنتم تعلمون وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أبلا تعقلون واستعينوا بصدر والصلاة وإن أنا كبيرة إلا على الخاسعين الذين يظنون أنهم لا قربهم أنهم إلا يراجعون يا بني إسرائيل الكورونا التي أنعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوم لا تجزي نفسهم عن نفس ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولا هم يرسرون وإذا جناك منها دبحنا سومون وسوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء أم ربكم عظيم وإذ برقنا لكم بحفة جناك وبرقنا آلاف العلوات تنظرون وإذ وعد أبوسى أربعين ليلة ثم اتخذتم حلام له وأنتم ظالمون وإذ برقنا وإذ برقنا وإذ برقنا لذلك لعلكم تشكرون وإذا أتنا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقمي يا قم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خلع عند بارئكم فتابع لكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قمت يا موسى لن نومين لك حتى نرى الله زرة فأخذتكم الساعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأزلنا عليكم من والسلوى كلهم طيبات ما رزقناكم وما ضربونا ولكن كانوا أبوس ومظلمون وإذ قل ادخلوا هذه القرية فاكلوا من أحد شرتهم رغدا وادخوا الباب السجدان وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يبسقون وإذ اسخاموا سالقمه فقل نظر بعصاك الحزاب فانفزرت من ثنت عشرة عين قد علم كل أناس المشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تحتو في رضي مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحدين فادعوا لنا ربك مما تنبيت لذ من بطلها وكثائها وفومها وعدسها وبصليا قال قال أتستبدلون الذي هو أدنب الذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الجلة والمسكنة وبهاء بغضاء من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات لا يقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هدوا والنصار والصهابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم آزرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا أم يحزنون وإذا خذنا من تاقكم رفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتناكم لقوة وذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليت من بعد ذلك فلولا فاذو الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السمت فقلنا لهم كونوا قيلة تنغات فجعلنا هانك لما بين يدها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال مسارقمه إن الله يامركم أن تتبعوا بقره قالوا أتخذنا هزوع قال أعوذ الله أن أكون من الجاهلين قالوا ادعو لنا ربك يبيلنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادعو لنا ربك يبيلنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادعو لنا ربك يبيلنا ما هي إن البقرة شاب عيناء وإنها إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسكر حار مؤسلمة لا شيئة فيها قالوا لا ناجدت بالحق فلا نحروها وما كانوا يفعلون وإذ قالتم تمنصف الدارة فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحل الله المتاوي يريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو يشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه النهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحجبونهم بعد ما أقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلافظهم إلى فضين قالوا أتحجدونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم عند ربكم أبلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهمه إلا يظنون فويلوا للذين يكتبون الكتاب بأيديه وثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به تبلاء قليلة فويلوا لهم مما كتبت أيديهم وويلوا لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام المعدودة قولت تأخرتم عند الله عيادا فلن يخلف الله عادة أم تقول هنا على الله ما لا تعلمون بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار وبيا خالدون والذين آمنوا عمل الصالحات أولئك أصحاب الجنة وبيا خالدون بلا من كسب سيئة وأحاطت بخطيئاته فأولئك أصحاب دارهم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة وبيا خالدون وإذا خنامي ثاقبني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القرباء واليتام والمساكين وقولوا للناس عسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم عرضون وإذا خنامي ثاقكم لا تسفكون لماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أخررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلؤون أنفسكم ما تخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهره العليم بالذب والعدوان وإن ياتكم أساء لا تفادوهم وهو منحرم عليكم إخلاجهم أبتوا منون ببعض الكتاب وتقرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزون في حياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وبالله يغافل عن ما يعملون أولئك الذين اصروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفض عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتنا موسى الكتاب وقفناه ببعده بالرسل وآتنا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أبا كلما جاءكم رسول بما لا تواق أبوسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقاله قلوبنا غول بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنات الله على الكافرين بيسا ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيالا ينزل الله مفضه على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب ولكافرين عذاهم مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمنوا بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبئاء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم علام بده وانتم ظالمون وإذا خذنا ميثاقكم ورفنا بقكم الطور خذوا ما آتناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعاصينا واشربوا في قلوبهم والعجلة بكفرهم قل من سمايا مركمه إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانتكم الدار الأخرة تعد الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم من صادقين ولن يتمنوا أبدا مما قدمت يديهم والله عليهم بالظالمين ولا تجدنهم أحرص الناس على حياه ومن الذين سكوا يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة وما هو بمجهد عيم العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريلا فإنه نزله علاق بك بإن الله مصندقا لما بناده وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريلا وميكا فإن الله عدو للكافرين ولقد أزلنا إنك آيات بينات وما يقفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل لكنهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا لكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تكل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلموننا السلام وما أزل على الملكين بباب الله هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما بضارين به من أحد لا بإن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله بلاقرة من خلاق ولبي سماسر به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو النوم آمنوا واتقوا لما ثوبتهم من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا إن قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قام ومن يتبدل الكبرى بالإهمال فقد ظل الله سواء السبيل ود كثير من الكتاب لو يردوه لكم من بدي إهمالكم من كفارها حسدا من عند أفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بعمره إن الله على كل شيء قدير واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخلت جنته إلا ما كانه دلوا نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برانكم إن كنتم صادقين بلا من استموجه لله وهو بحسن فلو أجره عند ربه ولا خفوا عليهم ولا هم يحذنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ومثلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكو من يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون وما نظلم من منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لو بدي ياخد ولو بالآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وزه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدها سبحانه بل هو ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لا يكلم الله تاتينها آية كذلك قال الذين منقلهم بذقلهم تشابت خلوبهم قد بينا لآيات لكم يوقنون إن أرسلناك بحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصرى حتى تتبع ملتهم قلنا الله والهدى ولئن اتبت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من والجن ولا نصير الذين آتناهم الكتاب اتنونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن كبهب أولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل الكورونامة التي أنعمت عليكم وعني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجدي نفسنا عن الشيء ولا يقبلوا منها عدل ولا تبعوا شباعتوا ولهم يمصرون وإذ ابتلى إبراهيم أربو بكلمات فاتمهور قال أني جاعدك الناس إماما قال ومن ذريتي قال له ينال عهدي الظالمين وإذ جعل البيت مثابة للناس وأبلا واتخذواه بالمقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعي إلى طيران فتي الطائبين والعاكبين واركع السجود وقال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزقه له من الثمرات من آمنا منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كبر فأمتعه قليل إذ ما أضطره إلى عذاب النار وبيص المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعدة من البيت وإسماعيل ربنا تقبل بنا إنك أنت السميع العالم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة المسلمة لك وآلنا مناسكنا وتبعالينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يطلع عليهم آياتك ويعلمهم من كتابه الحلمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحاكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم لمس بها نفسه ولقد صفناه بالدنيا وإنه بالآخرة من الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأوصى بها إبراهيم بنيه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيا إن الله أصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إليك وإلى أباك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إليهم واحدا والحلوهم مسلمون تلك أمة قد خالت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هدنون الصلاة تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المسركين قولوا آمن بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ورصباطي وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق من أحد منهم الحلوهم مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتوا به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما في الشقاق فسكفيكهم الله وهو السميع العليم سبغة الله وما نحصل من الله سبغة ونحن له عابدون قل تحاجون لنا بالله واربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ورصباطي كانوا هدنون صارع قل أنتم أعلم أم الله وما نظلم مما إن كتم شهد عنده من الله وما الله بخاف العمى تعملون تلك أمة قد خالت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تألون عن ما كانوا يعملون ترجمة نانسي قنقر